أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف معا في وحدة أشغل حاسوبي على تدريب التعامل مع الملفات تأمل هذه الخزانة لتخزين الملابس فيها نحتاج لوضعها في أماكن تتناسب معها كل حسب نوعه فمثلا هناك أنواع تحتاج أن تكون معلقة وأخرى مطوية في الرفوف وأنواع صغيرة تترتب في أماكن تتناسب مع حجمها فالملابس هنا كالبيانات في جهاز الحاسب يجب وضعها في أماكن تتناسب معها وهي الملفات فهناك أنواع لها أيضا ملفات صوتية ملفات نصية وهكذا لنتعرف على الملفات وأنواعها الملفات هي أماكن لتخزين البيانات في الحاسب نقوم باختيار أسمائها عند إنشائها وتوضع بداخل مجلدات حاوية لها وتختلف هذه الملفات بحسب ما تحتويه من بيانات فأنواع الملفات ملف صوتي ملف صورة ملف فيديو ملف مضغوط ملف نصي لنتعرف على طريقة إنشاء ملف نصي جديد أنقر على زر الفأر الأيمن بمكان فارغ على سطح المكتب أختار جديد ثم مستند نص يظهر ملف نصي على سطح المكتب جاهز للتسمية إعادة تسمية ملف أنقر على زر الفأر الأيمن على الملف المراد إعادة تسميته أختار إعادة التسمية أكتب اسم الملف الجديد ثم أضغط على زر الإدخال في لوحة المفاتيح لنسخ الملف نسخة أخرى أنقر على زر الفأر الأيمن على الملف المراد نسخه ثم أمر نسخ ثم أنتقل إلى المكان الذي أريد وضع النسخة بداخله مثلاً المستندات أنقر بالزر الأيمن وأختار لسق فهناك نسخة أخرى من الملف الموجود على سطح المكتب قص الملف بنفس طريقة النسخ ولكن أختار أمر قص ثم أنتقل إلى المكان الذي أريد وضع الملف فيه أختار أمر لسق انتقلت النسخة الموجودة على سطح المكتب إلى مجلد المستندات حذف الملف أنقر على الملف المراد حذفه بالزر الأيمن في الفأره أختار أمر حذف ستظهر رسالة للتأكيد بحذف الملف أختار نعم للموافقة على نقل الملف إلى سلة المحذوفات تعرفنا معاً في هذا التدريب على ما هي الملفات وأنواعها إنشاء ملف جديد إعادة تسمية ملف نسخ وقص ولسق وحذف الملفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر